أنت إليتش في الإعلام؟ مثل ما ذكرتي أربعين سيرة يعني في الإعلام ترى موش يسهل قدمت يعني أنا شوف أنا بقول لك شلون دخلت الإعلام؟ أول مرة دخلت الإعلام أنا كل ما نصوب الإعلام نهائي بس دخلتها في الصدفة شلون؟ أنا كنت ناظرة تربوية كنت ناظرة مركز بيان فمسوية مجلة صوت مركز بيان ونجح نجحت المجلة متروسة يكتبونه بخط اليد الله يذكره بالخير خالد المذكور دكتور خالد بخط اليد الخضري بخط اليد عبد العزيز النيدي بخط اليد الدارسات اللي عندي بخط اليد أنا مقدمتي بخط اليد ما فيها طباعة قريبة بس هالكثر ففكرت أني أطرشها حق حمد السعيد كان رئيس تحرير جريدة الرأي العام اينا واتصلت فيه وقلت له الحين بطرشلك مع المراسل وهذا تيلوفون المركز وأبي رأيك في المجلة ما وصل للمراسل وفتش استانس منها ودق علي وصار بيني وبينها حديث قال ما شاء الله يعني مبين عليك يعني مخارج الفاضة سليمة ومثقفة تمرين علينا شوية لأنها نحب حاجة إلى عنصر النساء يكتب في الرأي العام أيته ما عندي مانع وقال لي قدمي لي أكثر من مقالة وقدمت له أكثر من مقالة وأكو مقالة ضربة قوية وعبد العزيز المساعد يحب القوة في الطرح يعني معروف عنه يعني شجعني 15 سنة قعت معاه حتى أن عبد العزيز يوم يابا ولدي أول ولد له قال يوم ما أنت تسمينه قلت والله لا أسميه عبد العزيز تيمون أنه بعبد العزيز المساعد لأنه تظن لي 15 سنة من تقدر تقعد بخضم الكبارية واللبنانيين وبلاد الشام رجالهم كتبه وقنيمة بروحة صغيرة ناعمة متعدة 28 سنة تكتب مقالات نارية عجيز دق عليهم من نيس كان يقول خلصت جريدة الرأي العام ذاك اليوم خلصت كلها بتاعت بالأسواق ووصل الخبر هو في نيس قال من هي هذه اللي اكتبت من هي قال قنيمة الفهد قال عطوني اسمها الكامل قال أوه أبوها الشاعر هذه بنت الشاعر الكويتي قالوا إيه اللي سمونا فهدي الخشرم نسبة إلى خوالة طبعا اي صح وشان يقولون يقل حطها على الصفحة الأولى مشان يقول حمد حمد السعيد والله هذه ترياية نحطيناها على الأولى سكة وجريد أنا حبيت الصفحة الثانية قلت لا لا بالأولى ولا الأخيرة أنا أفضل هذه لما يفتحها لا بدني يقسمها بصراحة وشجعني عبد العزيز وبعدين قابلني والله تظنني خمستعش سنة وخلاني أكتب في النهضة وقال لي أبي أنتي مثل بنتي ويوسف الله يرحمه ولدي كان عنده خطوات على الطريق صحي أنت كتبي مثل خطوات على الطريق وكان ما يرضى عليه من يقدر حتى لو ولدي يتكلم عني ينهر الله يرحمه فخلاني خمستعش سنة لما تسكرت وطلعت منها